اشتركوا في القناة 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 جميع الجمعات كيفية العسل يجب ان اضع الكوفيتر جميع المصر شطل المرحلة من الحلوة و من الغريبة هو اللي يخلط بيته و يجيزوين بزف سوف ياخد الخالة الديني من بعد ما جمعته كان بقى نصيب فيه بحالة كبيدية حتى هنقد بشكل مربع باش هكي يجيني سهل في التقطاع كان اللي كيديرو مهك مثلا دوائر كيديرو دوائر كيديرو مدوك الكواختات الصغار و كيديرا ليوم شوكولات انا بغيت نديرو مهك كمربع كبيرة و كان حاول نسرح مزيان بيديا و بديل لك حتى هو شتو معايا الفيديو راها كنظر لانا واضح كتحاولوا تقدوا جنيبات هكا باش ما يبقاش باش باش زع ما فاش تبغيوا تقطعوا و ما يكونش عندكم دوك الزوائد بزف المهم انا غا نقاد هكا مزيان دي كلابات ديالي و نسرحها عافتوا اغلبية البنات ارجعوا لهذه الحلوة هادي دي الزمن جميل ديالتحال هادي صراحة لحقاش هي بنينا و ازوينا و اقتصادية و فيها كتحسوا بها انك تحسوا تفكركم في الطفولة ديالكم انا صراحة كتعجبني بزاف اه مهم هنا يراني قديت هكا المربعة ديالي و غادي نزيد عليها الشوكولات هنا عندي شوكولات دايجة مدوب انا كنستعمل قالا هو اللي خاص بالحلويات صراحة زوين و كيدو بضغية ما كتحتاجوا تخلطه معه تشي حاجة كيكون هو اصلا جاري شي شوية صافي هنا غا ندير واحد الكمية هكا قبل واحد طبقة جهة الشوكولات كحل و غا نحاول نسرحها مزيان بهذه العيبة هذي تايا ديال الحلويات و نقادها باش نقاد السطح ديالها كامل يعني تجيني مغطية كاملة بشوكولات كحل كاي اللي كيديرها مثلا مزيينة بشوكولات ببيض انا ديال نهار ما كانش عندي شوكولات ببيض و ما كانش صراحة ما كانش عندي زي ما ما كانش قادرة نخرج نجيبه فصافي ديبانيت بدكشي ليندي فطر غا نوريكم طريقة بجزء ووقتها من فوق هنا غا ندير غير تبقاك حلا صافي و غا نخليها تنشف يعني ما غا ندير لها تشي حاجة غا نخليها حتى تنشف مزيان هو من الاحسن ما تدخلوهش للتلاجة ايلا كان في حالة كان زي ما لحن سخون بزاف و ما غا جيش نشف ليكم تقدرو تدخلوها ما كاملاش دقيقة و تخرجوها علاش لحقاش فاش كتدخلو الشوكولات للتلاجة كتعاودوا تخرجوه باش تقطعوها كيتهرس لكم الشوكولات كامل يعني ما كتتقطعش معاكم مقادة كتجي كلها مهرسة و كلها مدكدكا فاملنا احسن خليوها كغيف كوزينة ديالكوم راه ضغياء هو كينشف لحقاش طبقات الشوكولات ما كتكون شغلية ده بزاف كتكون زي ما غيف لقياس فكشي لاش ضغياء كينشف لكم انا هادشي اللي ده تخليتها تنشفت و من بعد قلبتها الى جيال خورة و غادي ندير لها حتى هي الطبقة ديال الشوكولات من الفوق يعني كتجي مغلفة من الفوق والتحت بالشوكولات و من الوسط كيكون فيها كوكو و عرفت واحد الماضاق فيها البنات خاطير جدا جربوها و رضو لي كيما كتلكم برعد الحلوة سهلة تقدروا توجدوها في عشرة دقائق و تفرحي بها ولداتك نهار العيدة لاش الله و من هاني ديشاركوا معاكم ولداتكم الى عندكم ولدات صغر كيعجبهم يصيبوا بحالة لحويجات هادو المهم هنا غا نصرح الشوكولات كامل اه و غادي نزيينها عندي ذاك العقيقة ديال الحلويات كان عندي في اللون خضر و زرق ففي قلت ان ديباني بي و نزوق بي يدرتوها كامل الفوق كيما كتلكم كيلي كيدير لها على شكل ميل فاي يعني كيدير لها شوكولات بيض و كيدير لها ذاك الخطيطات ولكن انا مكانش متوفر عندي فزوقتها بهذه الطريقة و من بعد غادي نبدأ نقطع فيها غا نخليها تماما كيما كتلكم تتبرد مزيان يعني نحط ديال شوكولات يبالي انه قساح و شد فراسه مزيان عادي قساعا نبدأ نقطع فيها ما تقطعوها شو هي مازالة خضرة ولا هي مازالة زع ما تشكلات مش نتفراسه باش هكا ما تخسرش لكم القطعة و ما تجيكم زا ما مخار بقا فهم شو نيش بغايت نقول لكم المهم هنا كيما قتلكم شو معايد زين تاك غير بدك العقيق اللي كان عندي صافي و وشا زا ما هكا الديكور ديال هزوين وشي حاجة مغايرة على ديك الطريقة العادي اللي كان ديرو ديال ميل فيه انا غنورها لكم فاش غادي نقطعها و نحاول نقطعها كمكعابة صغر انتو ما قطعوها باي طريقة انا غنور لكم طريقة كيفاش غادي نقطعها بيون المهم هنا يا شوارة كان مستبيت ديال كيت برليكم باللي راها شادة فراسها يوقتي مني جيت بغيت من هزدوك القوي غطات الجل الحلوة وللقوي غطات الجل الحلوة لقيت هم تسالة و لقيت هاد الكبار و ما دي مازالين عندي حيت انا فاش بغا صارحا نصيب الحلوة ما نطش نهائيا زا ما تقديت ولا قلب جل هذا الشي اللي خاصني قديت بدك الشي اللي عندي فالدار طافي قلت غادي نخرج حلوة اختي ديال العيد باش ممكن يوفش زهنية جيت كان نقلب لقيت كين عندي غير هاد الكبار ديالي كابكيك طافي عرفت راسي دهما انا و غادي نخرج اليوم وهذا قلت ماشي مشكل حتى و كان نجيل غد لي عاد نجيب معايا هكالكوي غطات و نديرهم فيهم المهم هنا يا شو معايا كيفاش قطعتها انا قطعتها هكال رولوة طوال و من بعد بيس كن قطعها لاشكل مكعابة و ذاك الشي الزوائد را كتحيدوا منتو ما ايلا بغيتو صافيو غادي نحطف البواطة اللي غادي ندخلها لتلاجة باش كتقطعوها ضاروري ديك الساعة كتديروها في التلاجة كتبقى تحتف ضباغي في التلاجة باش هكال حساب السخوني يا راكم عارفين طياب الكوزينة وهذا باش ميدو بشليكم شكلات و صافيو كتقدموها بصحة و الراحة جربوها البنات وارضايا كيفاش عزاتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دي الحنة لحقاش غادي نحني وانا والبنت كما قلت لكم العيد بلا حنة ربما كيسوان نحنا يوالو خصوصا انا وخاتي عزيزة لنا الحنة بزاف وكيجي ناشي حاجة ضروري اننا نديرها في الاعياد وحتى صفية تاهية انا يرا كانت نقفت لصفية قدت لها تاهية ايه ورزان قادي تشوفوها ان شاء الله عندها في الفيديو ديالها ما صورتها مش انا مش هكا ميجوش فيديوهات متشابهين انا جديد لكم غير لقاطات من طبيلة اللي كانت موجدالينا وهنا را كانت جات نقاشة اللي بنا تبدأ وكي نقشو غنوريكم الحنينة ديالنا تبارك الله السيدة نقاشة زعمة مش اول مرة نقشو عندها نحنا ديالها زوينة بزاف وحتى تبارك الله كتشد الخاطر وكتجي انتك في نماكنتي مهم هنا را كانت غيزلان هي اللي كتنقش عاد من بعد نقشت انايا غنوريكم الحنينة ديالنا كيف حجات وقول لي يا تنتو ما وش الحنينة شي حاجة ضرورية في الاعياد ولا لا اللي حقاش حنايا ما نقدروا زعمة يدوز عندنا شي يعيد بلا ما نديرو هكا الحنينة اي وقتهايا الحنينة ديالي المهم هنا را كانت نقش كنت قرر بالنسالي بوريكم مرشو ما ليسايد در تغيشي حاجة خفيفة الصراحة كي عجبني هكا النقش يكون خفيف كانت زعمة في اللو را قلت غادي النقش الرجلية حتى هم حيج حال هذا ما نقشتهم ولكن راكم عارفين مع الحمالة ومع هاد النهار كان دار نراسي فما قدرتش نهائيا بقى قلسة مدة طويلة وضايلكت بغزع مع غير الناس فصفي قلت لي عنقش اللي غير يدي يدري لي هكا يشي حاجة خفيفة هنا را كان قدمت ووجه حدايا يقل لك بغي يقول لكم بروك العواشر هنا را كان كي يقدر معاكم ولكن حييت الصوت لحقاش كانت لموسيقة فاخفت من حقوق الطبع والنشر مهم هو أننا دوزنا أجواء زوينة هكا مع بعضياتنا وحسيناك بديك الفرحة ديال العيد عواشركم بروكة مسبقا إلا كان العيد غضا مهمة لبناء تنضرب لكم إن شاء الله وعيد الفيديو الجاي طالوا لي فرسكم وحتى الفيديو الجاي إن شاء الله أكيد غد يكون الفيديو ديالعيد الفطر وعيد مبارك سعيد اشتركوا في القناة